النهاردة بنختتم مع حضراتكم فعاليات مهرجان العالمين الجديدة المهرجان اللي قدر يخطف الأنظار من أول يوم ليه في نسخته التانية لحد النهاردة يوم الختام عشنا كلنا وكل المتابعين لفعاليات المهرجان عشنا أجواء مميزة جدا تباعنا فيها فعاليات ثقافية وفنية ورياضية واختخافية وكمان فعاليات للطفل ممتعة مسابقات متنوعة بشكل كبير نقدر نقول كده أنه العالمين بقت مكان من أماكن مصر الحلوة الجميلة مكان للبهجة والفن والثقافة جمعت كل محب الفن والرياضة في مكان واحد مهرجان العالمين الجديدة كان فرصة عظيمة جدا عشان نوري العالم كله قد إيه مصر قادرة على تنظيم أحداث ثقافية وسياحية كبيرة بشكل يليق بتاريخها وحضرتها فعلا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت النسخة الثانية لمهرجان العالمين بشكل تنظيمي رائع للمهرجان عجب الجميع وكل من وصلت قدمه لمدينة العالمين أكتر من كونه فعالية طرفهية بس لكن كمان كان فيه خطوات كبيرة جدا للترويج السياحي والاستثمار في مدينة العالمين واللي بنشوفها بتتحول قدامنا لوحدة من أهم الوجهات السياحية في المنطقة سواء للسائح المصري السائح العربي السائح الأجنبي كل الفئات الحقيقة قدرت أنها تستمتع في مهرجان العالمين في نسخته الثانية من كتر الفعاليات اللي كانت فيه مش بس الفعاليات الثقافية أو الرياضية وكمان الترفهية لكن كمان من خلال زيارة المسؤولين لمدينة العالمين ولقاءهم بالشباب وشباب الجامعات تحديدا وأبطال الرياضة والفعاليات المختلفة اللي حصلت في مدينة العالمين في احتفالية كبيرة جدا وتوجت في النسخة الثانية لمهرجان العالمين على مدار شهرين كده نقدر نقول مع حضراتكم إن مهرجان العالمين هو مهرجان لكل المصريين لكل الفئات الاجتماعية والاقتصادية كل مصري حيلاقي في مهرجان العالمين حاجة بتميزه وحاجة مختلفة بنتكلم على أكتر من 300 فعالية فعاليات خاصة بالمسرح فعاليات كمان مقدمة للأطفال مهرجان نابتر للأطفال كان الأول مرة في الدورة التانية بنتكلم كمان على أنشطة تثقفية وترفهية ورياضية وفنون مختلفة النهاردة خلاص بقى وصلنا لليوم الأخير من عمر المهرجان في دورته التانية نستكمل هذا الإبهار بففل فني وفعالية جديدة مميزة لمطرب كلنا بنحبه ومطرب حقق كده يعني جماهرية كبيرة جدا في مصر وفي العالم العرب الفترة الأخيرة هو المطرب الشاب ويجز اللي حيقدر النهاردة أو اللي هيقدم النهاردة حفل غنائي في ختام مهرجان العالمين وهو واحد من النجوم اللي استطاعت أنها تجذب عدد كبير جدا من الشباب في مصر ووطن العربي الحفلة الخاصة بويجز النهاردة متوقع أنها تكون من أقوى حفلات وفعاليات مهرجان العالمين في دورته التانية وهي ختام رائع كده نقدر نقول لأيام جميلة عشناها وفعاليات كمان متنوعة ومتميزة اختص بيها مهرجان العالمين الجديدة صحيح يا محمد طاقة كده شبابية هتكون النهاردة في ختام النسخة التانية لمهرجان العالمين ويجز والشباب اللي بيلتف حوله الحقيقة ولكل منتظر الحفلة علشان يكون المهرجان بيختتم فعلياته بنفس الطاقة اللي ابتدى بيها موسيقى غناء حفلات مميزة وأيضا حديث الناس الذي لا ينتهي على مدينة العالمين الجديدة والمهرجان في النسخة التانية وطبعا بنتطلع لنسخات قادمة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتكون دايما معانا من خلال الفعليات والتنظيمات المختلفة النهاردة بنقول لكم صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة